السلام عليكم شباب معاكم علاوي ومقطع جديد ونتساءل ونقول شنو اللي ممكن تقدمه يد الدول سينس ايج الاحترافية لمستخدمي البلاي ستيشن 5 حتى سوني اتبرر سعرها اللي يجي بميتين دولار يب ميتين دولار خليك ويايا حتى عرفك بالميزات الجديدة ليد التحكم الدول سينس ايج بالبداية سوني الدول سينس ايج تسمح لك باصلاح اليد بكل سهولة كل ما تحتاجه هو ان تشتري عصى تحكم اصلية من سوني تنباع بسعر 20 دولار وتبدلها بالجهة اللي تحتوي على الدرفت بطريقة جدا سهلة وبأقل من 30 ثانية الميزة الثانية هي ميزة متوفرة بكل وحدات التحكم الاحترافية وهي القدرة على تغيير اغطية عصى الانولوج والازرار الخلفية فمع الدول سينس ايج رح يكون عندنا ثلاث انواع من اغطية العصى القابلة للتبديل قياسية اللي تكون مشبوكة باليد وقبة عالية وقبة مخفضة طبعا يوفرون راحة وتماسك واستقرار جيد تقدر تستخدمهم حسب تفضيلك الشخصي ايضا تقدر تبدل شكل الازرار الخلفية لنصف قبة او لشكل الليفر وطبعا هاي الازرار تقدر تخصصهم لأداء وظيفة معينة مثل القفز او البناء او السلايد سمي اللي يعجبك وهذا الشي راح يعطيك امكانية تحكم بالايم بشكل اكثر وافضلية على خصمك اللي يستخدم الدول سينس الاصلية كونك هنا انت مرح ترفع بهامك عن الايم وطبعا الفرق بين الشكلين يعتبر جدا مفيد لأن الشكل الليفر المتعودين عليه مع وحدات التحكم الاحترافية عادة ما يتم لمسه بالخطأ وهو يلاعبين اشتكوا من هذا الشي لذا سوني وفرت لك شكل ثاني النصف قبة يعتبر من الصعب ان تلمسه بالخطأ وهذا الشكل الى فائدة ثانية هي انك تقدر تمسك اليد بشكل تام ومريح كأنك ماسك اليد الدول سينس الاصلية الميزة الثالثة هي التخصيص الفائق والكبير للازرار سوني وفرت لك واجهة كاملة لليد الاحترافية من خلالها تقدر تعيد تعيين كل الازرار بالشكل اللي يتناسب مع سلوب لعبك وايضا تقدر توقف بعض الازرار اللي قد تسبب خروجك من اللعبة عن طريق الخطأ والاهم طبعا انك راح تقدر تضبط الايم عن طريق اختيار نمط جاهز لضبط حساسية عصل انولوك وضبط مقدار الديد زون بالنسبة لتريجر ايضا تقدر تضبط مستوى حساسية المنطقة الميتة لكل من الارتو والالتو بشكل منفصل وبالاضافة لقدرة اختيار لفل معين لقوة الاتزازات التفاعلية ومن هاي القائمة ايضا راح تقدر تغير من شدة تأثير الترقرات ان شاء الله قريبا يا شباب راح ينزل مقطع ثاني لطريقة عمل بروفايل انضبط بكل اعدادات الدول سينس اتج لذا لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى لايفوتك المقطع وبطريقك اعطينا لايك بالنسبة للميزة الرابعة فسوني وفرت لك ميزة التغيير من مود الترقرات الارتو والالتو ومن خلالها تقدر تضبط زمن استجابة كل ترقر بشكل مفصل ومن تلعب علعاب تنافسية على الاغلب راح تخليها على اقصر زمن ممكن حتى تكون سرعة استجابة الترقر سريعة ومع الالعاب الثانية مثل السباق على الاغلب راح تبقيها على نمط الستاندر حتى تستفاد من ردود الفعلية للترقر لين انتبه عندما تختار الليفل المتوسط او القصير راح تتوقف عندك ميزة المقاومة للترقر الميزة الخامسة هي اضافة ازرار الفكشن الجديدة اضغط بشكل مطول على الزر الاف ام بالجهة اليسرى ورح تقدر تبدل بين ثلاث ملفات مختلفة قابلة للبرمجة والتعديل حسب نوع الالعاب اللي تلعبها او تقدر تعدلهم لاخوك او لصاحبك اللي تشاركه الجهاز وطبعا عندك الملف الرابع بزر المثلث هو الديفولت غير قابل للتعديل اما اذا ضغطت على الزر الاف ام بالجهة اليمنى راح تقدر تغير من مستوى صوت الموازنة بين الشات واللعبة وايضا تقدر ترفع وتخفض من مستوى الصوت عن طريق الاتجاه لعلى والاسفل الميزة السادسة هي قفل كيابل يو اس بي الذكي هاي القطعة المهمة هي اللي ربط دول سينس ايج جهاز البلاي سيشن 5 باتصال سلكي طبعا لتجنب اي تداخل بامواج اللا سلكية اللي قد تحدث وتقلل مسترعة استجابة اليد بالتالي هاي القطعة راح تفيدك بشكل كبير مع لالعاب التنافسية وسبق وتكلمت عن اهمية الاتصال السلكي بهذا الفيديو الميزة السابعة هي ان الدول سينس ايج تيجي بنفس تصميم وحدة تحكم الدول سينس الاصلية نفس الحجم ونفس الشكل لكن بوزن شوي افقر وموضوع انهم حافظة على التصميم الاصلي اشوفه نقطة ايجابية لان الردود الفعلي اللمسية والمشغلات التكييفية تعطي شعور مذهل مثل اليد الاصلية والحلو ايضا انها تيجي مع تحسينات اضافية مثل اضافة النقش برموز بلاي سيشن على ازرار الترغر وعلى التتشبات وايضا اضافة مقابض المطاطية المنقوشة بالرموز الشيء اللي يوفر تماسك جيد افضل من الدول سينس الاصلية طبعا اكتلاف بألوان الازرار وايضا الاطار اللي يحيط بعصد تحكم اصبح بطلاء لامع محبيته لانه يترك اثر البصمات لكن الشيء اللي حبيته هي ان الدول سينس اج تيجي بحقيبة مصممة بشكل جميل وعملي حتى تحافظ على جميع اجزاء الكنترولر طبعا لازم اذكر شغلة هي انه عمر البطارية اصبحت اقل من الدول سينس الاصلية حسب تصريح سوني بالنسبة لسعرها صح هو غالي لاغلب المستخدمين لكن بالنسبة للمحترفين والاشخاص اللي دائما ما يغيرون اكثر من جويستيك بالسنة بسبب عطالة ترفت اشوف الدول سينس اج جدا مناسبة لهم بالعكس اشوفها استثمار جيد اما بالنسبة لتجربتها مع الالعاب فليضيق الوقت ما قدرت اجربها بشكل كافي فراح اسوي مقطع ثاني ان شاء الله وعطيكم التفاصيل اخيرا الشركة ما تحدثت عن الاجزاء اللي قد يتم اضافتها بالمستقبل مثل القمم لاذرع التحكم لكن بالوقت الحالي الدول سينس اج تعتبر وحدة التحكم الالتمت للبي اس 5 الحد هنا اتمنى اني قدرت اعطيك فكرة كافية عن اللي تقدمه الدول سينس اج وايضا اتمنى انك تشاركني رأيك بالموضوع وتكتب لي اي ميزة عجبتك اكثر شكرا على المتابعة لا تنسى اللايك والاشتراك كان معاكم على اللاوي تحياتي لكم ومع السلامة